أرحب بضيفي هنا في الاستوديو مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني ليطلعنا أكثر على الوضع الإنساني وموضوع الممرات الأمنية أيضا في أوكرانيا أهلا بك سيد مارديني إذا أردنا أن نطلع منكم أنتم على الأرض وقادرون على مراقبة ما يجري إذا أردنا أن نوصف ما يجري على الأرض بماذا يمكن أن نصفه؟ كيف هو الوضع الآن؟ الكلمة التي تأتي على البال هي كابوس كابوس للمدنيين يلي عايشين بماريو بول نحن عنا فرق على الأرض والحالة الإنسانية مأساوية كارثية الاشتباكات عنيفة جدا في ماريو بول الناس بالملاجئ خايفة يعني فيه نقص من كل ضرورات الحياة من مياه من وقود للتدفئة يحكي عن هذه الممرات الأمنية عن وقف لإطلاق النار كان هناك أجدل كبير واتهامات متبادلة بين الجانبين الروسي والأوكراني ولكن على الأرض هل هذه الممرات الأمنية موجودة؟ هل قادر الناس أن تترك ماريو بول إلى أماكن أكثر أمنا؟ هل لاحظتم هذا الشيء؟ الممرات الأمنية ممكنة إذا تم الاتفاق بين الطرفي النزاع على هذه الممرات وعلى آليات هذه الممرات يعني بالتفاصيل يجب أن يكون فيه اتفاق على الممرات السالكة التوقيت والأليات ونحن كلجنة دولية للصليب الأحمر مسعدين ورددنا هذه عدة مرات نلعب دورنا كوسيط محايد لتسهيل هذه الممرات ولكن الاتفاق يجب أن يتم من أطراف النزاع ويجب أن يلتزموا بهذا الاتفاق أنتم كمنظمة دولية على الأرض وطبعا هدفكم المساعدة وخاصة المساعدات الإنسانية ما هي الآليات الموجودة لديكم؟ ما هي هالمساعدات متواجدة؟ هل لديكم نقص ماذا تطلبون من الدول والمجتمع الدولي؟ الأولوية الأولى هي حماية المدنيين والآلية لهذا الشيء هي القانون الدولي الإنساني وهو الأطراف النزاع ملتزمين باحترام القانون الدولي الإنساني عدم استهداف المدنيين عدم استهداف البنية التحتية المستشفيات محطات المي الصافية للشرب هذه أول أولوية وهذا طلب لأطراف النزاع والمجتمع الدولي وهو كمان عنده مسؤولية لقانون الدولي الإنساني يحترم من جميع أطراف النزاع طلب الثاني أكيد هو القدرة على مساعدة المدنيين ونحن عم نعزز فرقنا على الأرض ما هي التحديات التي توجهكم على الأرض لتقديم هذه المساعدة؟ تحديات لوجيسية تحديات أن النزاع لا يزال قائم وهذا شيء أكيد عائق للإمدادات الإنسانية وعندنا قوافة التي تتجه نحو المدن المتضررة ولكن بعد ما وصلت لأن النزاع ما زال قائم وشديد العنف بالنسبة للمجموعات الموجودة للصليب الأحمر على الأرض هي معرضة للخطر مثلها مثل المدنيين طبعا هل مثلا تحاولون مع الجهات أو الأطراف المتنازعة أقله أن يحيدوا المنظمات الدولية حتى تستطيع أن تقوم بعملها وتقدم هذه المساعدات الإنسانية لأن أنتم تقدمون مساعدات لكل الأطراف لكل المدنيين من جميع الأطراف أكيد ونحن على تواصل مع طرفي النزاع والحوار ما يزال قائم ويعني فرقنا عنا أكثر من 600 موظف لللجنة الدولية لصليب الأحمر عم بشغله يد باليد مع متطوعي لصليب الأحمر الأوكراني يعني فيه عمل عم بيصير على الأرض فيه مساعدات عم بتم بعدة أماكن بأوكرانيا ولكن أكيد إذا من قارنها للتحديات والإحتياجات الناجمة من النزاع القوي جداً أكيد يجب أن نعمل أكثر بكثير وهذا هدفنا هاليا كنت تحدثت معك قبل أن نكون على الهواء على موضوع إحتياجات المستشفيات هناك هل هناك من معلومات على أبرز الإحتياجات التي تريدها المستشفيات في أوكرانيا؟ أكيد ونحن بالإمدادات التي نوصلها على أوكرانيا فيه عدد كبير من الوار ووند كيت التي هم معدات جراحية تساعد المستشفيات يقدروا يعالجوا جراح الحرب ولكن المستشفيات تحتاج كمان للأدوية تحتاج للفول للتشغيل المولدات الكهربائية هل الصليب الأحمر قادر أن يؤمنها الآن أم لديه مصاعب أيضا أن يؤمنها لهذه المستشفيات؟ مصاعب موجودة ولكن هي الـ planning تابعنا أن نساعد أكبر عدد من المستشفيات الممكن وهذا الشيء بال... أيضا هناك تحدي كبير هو موضوع الخروج من أوكرانيا أكثر من تقريبا حتى اليوم أكثر من مليونين وستمائة ألف لاجئ خرجوا هل خرجت أيضا التواقم الطبية مثلا هل خرجت... هل هناك من أعداد كبيرة للتواقم الطبية التي خرجت من أوكرانيا أم ليس لديكم هذا الشح بعدد الأطباء؟ ما لدينا معلومات واضحة بالنسبة لأشياء ولكن بكل نزاع مسلح لما يصبح نزوح أكان نزوح داخل البلد وفي اليوم مليونين نازح داخلي من ضمن حدود أوكرانيا أما اللاجئين في عدد كبير من المهندسين والأطباء والمعارضة كمان بيخلوا البلد وهذا شيء تحدي كبير كمان للخدمات الأساسية بالبلد بالنسبة لموضوع الأطفال هم الضحية الكبرى دائما في النزاعات الأطفال وكبار السن هل هناك مثلا من إحصائيات حول الأطفال الذين هم بحاجة لمساعدات أو اللاجئين هل أنتم قادرون على تأمين احتياجاتهم أيضا داخل أوكرانيا وعلى الحدود الأوكرانية أم أيضا هناك مصاعب؟ هناك مصاعب جدا يعني كل المدنيين اليوم بالمدن اللي فيها أشتباكات بحاجة ميسة لجميع مستلزمات الحياة وأكيد من ضمن الأولاد والنساء والعجز والذوية العوائق اللي كمان ما بيقدروا هنين ينخلوا فمشان هيك احترام قانون الدولي الإنساني مع ولا بدون ممرات إنسانية هو مبدأ أساسي وهو التزام يجب يكون يقوموا في أطراف النزاع هل تتوقع بأنه يتم الالتزام به في الأيام القادمة أم ما زالت الأمور صعبة؟ الأمور صعبة ولكن نحن نشدد على شيء لأنه هذا شيء الذي يساعدكم من القيام بمهام؟ أكيد وغير قابل للمفاوضات هذا التزام من جميع الدول اللي وقعت على معاهدات جنيف فهذا شيء مش أوبشنل هذا شيء ملتزمين في جميع الدول وأطراف النزاع شكرا لك روبير مارديني مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هذه المشاركة معنا شكرا لك